دشنت ولاية نهر النيل عمليات تشغيل عدد سبعة مشاريع انتاجية للخريجين والشباب بتمويل من حكومة الولاية حيث أولت السلطات بنهر النيل اهتماما خاصا لمشاريع الخريجين من خلال تفعيل بنود الإعفاءات ووضع كافة تسهيلات بالتسيق مع الجهاز القومي لتشغيل الخريجين بنهر النيل نقلة نوعية ودفعة كبيرة حظيت بها مشاريع تشغيل الخريجين بولاية نهر النيل في ظل الاهتمام والمتابعة اللصيقة التي تجدها من قبل حكومة الولاية والمجلس العسكري الانتقالي مركزيا انفاذا لتوجهات وقراراته التي أعلنها لرعاية شريحة الشباب وتمكينها واستقرارها العمل الحمد لله انتظم بصورة مغدرة جدا ورصدنا أموال مغدرة جدا وبدت المشاريع اليوم نحن في زيارة لسبع مشاريع مشروع جماعي الاستزراع السمكي والذي يعني من بعد الله نعشم أن نجفي باحتياجات الولاية وكذلك ولاية الخرطوم وبعض الولاية الأخرى الكثير من الخريجين والشباب الذين منحوا تمويلات لمشروعاتهم استفادوا من الامتيازات والتسهيلات والعفاءات التي قدمت عبر بنك السودان المركزي والمصارف التجارية وحكومة الولاية حيث حققت مشروعاتهم نجاحا مقدرا وأرباحا كبيرة وبدأت المشروع من التمويل الأصغر والحمد لله المشروع ماشي معي كويس إليه سنتين ونسكدة والمشروع الحمد لله يعني كل مرة في زيادة وفي تطور إن شاء الله فأنا يعني بقول للشباب يعني فرص التمويل دي فرص ماهينا أنا سيبا ديت بيها والحمد لله المشروع معي ما يعني في تطور الحمد لله ويخطط الجهاز القومي لتشغيل الخريجين مركزيا ولائيا لتوسعة مظلة رعايته لتشمل الخريجين والشباب معا مع توظيف المشروعات لخدمة اقتصاديات الولاية وتحسين مداخيل الأفراد والأسر والجماعة نطلق المشاريع في كل المحليات إن شاء الله في شكل عمل حرب ونشر السخص عمل حرب برعاية حكومة الولاية لتكون نموذي ودفع لكل الشباب والخريجين في ولاية نهر النيل إن شاء الله تكون مشروعات تصفي صالح الشباب والخريجين ونحن عبر الفضايات نشكر الأخوة لولاية نهر النيل اللواء بدون حمد حسين اللي وقف مع مشاريع الشباب والخريجين في البنى التحتية وفي كل التفاصيل من إحفاءات للجمارك وإحفاءات للضرائب وإحفاءات للعوايد ولكل الإحفاءات وتجدر الإشارة إلى أن حكومة الولاي وحرصا منها على قضية تشغيل الشباب عبر التوظيف والعمل الحر قد منحت مدير الجهاز القومي لتشغيل الخريجين بنهر النيل عضوية دائمة في الاجتماعات الدولية لمجلس وزراء الحكومة عصام الحكيم الشروق ولاية نهر النيل